بالفيديو ابتسام بطمة تعود إلى السجن وولدتها ليلى أطاسي تكشف عن هذه المؤامرة أولاً وقبل المشاهدة فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو استيقظت ليلى أطاسي والدة الفنانة المغربية دنيا بطمة على خبر صادم بعودة ابنتها ابتسام بطمة إلى السجن مرة أخرى عبرت ليلى عن حزنها وغضبها من خلال تدوينات نشرتها على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام حيث كتبت حسبنا الله ونعم الوكيل في منشور آخر كتبت ليلى أطاسي من يكذب كذبة لا يدرك مدى ضخامة الفعل الذي يفعله فهو مجبر على اختراع عشرون كذبة أخرى لكي يحافظ على الكذبة الأولى قناع أبيض لروح سوداء عندما تشوه سمعة أحد تأكد أن دورك قادم فكما تدين تدان ويأتي هذا الشيء بعد أن نشرت صديقة دنيا بطمة تدوينة على حسابها على إنستجرام معتبرة أن ما يحدث لابتسام هو نتيجة لعبة حقيرة تلعب ضدها مشيرة إلى أن هذه اللعبة بدأت مع دنيا واستمرت مع ابتسام من خلال نشر سكرينات مفبركة وواضحة التزوير وأكدت صديقة دنيا أن حساب ابتسام بطمة موثقا بعلامة زرقاء وأنها من المستحيل أن تقع في مثل هذا الفخ كما أضافت ما زال لم يبرد قلبكم على هذه العائلة التي تشتتت لم يكفكم عاما من السجن الذي قضته ابتسام والذي تقضيه الآن دنيا بطمة وشددت على أن عائلة بطمة غير مسؤولة عن أي محتوى ينشر خارج صفحاتهم الرسمية داعية للناس إلى تحر الدقة وعدم الظلم إذ قالت اتقوا الله لأن الظلم ظلمات يوم القيامة